حزب الله سيرد على عملية اغتيال زعيمه عبر الوحدة 910 معلومة تحدثت عنها صحيفة جيروزالين بوست نقلا عن خبراء أمنيين إسرائيليين حذروا من أن تلك الوحدة التي تسمى أيضا وحدة الظل أو الوحدة السوداء جاهزة لاستهداف مجتمعات إسرائيلية ويهودية في العالم فمن هي تلك الوحدة التي يرأسها المدعو طلال حمي والتي تشكلت عقب اغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني ونفذت عمليات في غير بلد صحيح أنها إحدى وحدات الحزب لكنها وفق خبراء مرتبطة بشكل وثيق بالحرس الثوري الإيراني ومن هنا فهي تعتبر أكثر فروع الحزب سرية وخطورة شاركت في عدد من الهجمات البارزة كتفجير السفارة الإسرائيلية في بوينس آيرس عام 1992 والمركز المجتمع اليهودي في الأرجنتين في عام 1994 والتفجير الانتحاري الذي استهدف سياح الإسرائيليين في بلغاريا عام 2012 وفقا للتقارير الأمريكية فقد خططت لشن هجمات على مواقع رئيسية كمطار جون كينيدي في نيويورك ماذا عن قائدها؟ طلال حمية معروف أيضا حمية أو حمية معروف أيضا باسم عسمة مزهراني وهو رئيس منظمة أمن الحزب الخارجي المسؤول عن كافة خلايا في جميع أنحاء العالم صنفته الولايات المتحدة عام 2012 كإرهاب عالمي وقد رصد برنامج مكافآت من أجل العدالة مبلغ 7 ملايين دولار أمريكي مقابل الإدلاء بمعلومات عنه وتتهمه إسرائيل بالوقوف وراء العديد من العمليات الإرهابية كتفجير السفارة الإسرائيلية في بونس آرس وتنفيذ هجمات ضد القوات الأمريكية والفرنسية في لبنان ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر